في وقتنا الحاضر ما واجب العلماء والدعاة وخطباء في بيان كمال التوحيد الشيخ؟ لا شك أن رأس الدعوة إلى التوحيد شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد عبده ورسوله وتوحيد بأنواعه ثلاثة توحيد الربوبية وهذا موجود حتى عند الكفار لكنه لا يكفي توحيد الألوهية وهذا هو المطلوب وهو الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه توحيد الأسماء والصفات وفي هذا رد على الذين يلحدون في أسمائه وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعر والما تريدية ففيه رد عليهم وبيان لتحريفهم لها وتأويلهم لها على غير ما تدل عليه نعم